موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم درس الثالث الوحدة السابع يونت سيفن قصة قصيرة قصة قصيرة قصة قصيرة قصة قصة قصيرة قصة قصة قصيرة قصة قصيرة قصة قصيرة قصة قصة قصيرة يعني الزكريات بوكس يعني صندوق وهنا صندوق الزكريات look this was my street يعني بيقول لي بص كده هو ده الشارع بتاعي this was my street street اللي هو الشارع my street grandpa was very excited كان متحمس مشتاء فرحان we were احنا كنا in the village where village يعني قرية village يعني قرية بول احنا كنا في القرية where he grew up القرية دي اللي هو ايه كبر فيها grow up يعني كبر it is near هي بالقرب من it's near بالقرب من the colossia of memnon colossia colossia of memnon ده عبارة عن تمثالين اتنين موجودين في اللقصة it was very quiet quiet يعني هادي very يعني جدا it was very quiet يعني كنت هادية جدا when عندما when i lived here لما انا كنت عايش هنا said grandpa said يعني قال الكلام ده اللي قاله grandpa now الآن there are lots of visitors يعني دلوقتي فيه زائرين كتير from all around the world من from يعني من all around the world من كل انحاء العالم the world اللي هو العالم that's where my friend lived ده برضو كانت ليا صديق عايش هنا we played football on the street يعني احنا كنا بنلعب كرة قدم هنا في الشارع ده we played الماضي بتاع play we نحن played football football لها كرة القدم on this street في هذا الشارع there where where كان يوجد كان يوجد للجمع no cars no cars يعني ما كانش فيها سيارات كانش فيها عربيات grandpa looked right بص كده right يعني يمين and lift يسار يعني بص يمين وشمال right and lift and he crossed the road crossed يعني عبر عبر الايه او عدة ايه بقى زارود الطريق زارود اللي هو الطريق زارود الطريق had lots of trucks trucks اللي هي الايه العربات النائلة الكبيرة trucks and cars والسيارات يعني هو ايه الشارع بأمليان طريق بأمليان trucks and cars وصيارات and this he said is where i lived وقال بقى المكان اللي هو كان عايش فيه we looked at the space we looked at the space يعني قاعد يبص كده على المكان حاجة الفاضية دي there was no house there was يعني ما كانش فيه ولا بيت no house there was only كان موجود بس grass and one big tree وشجرة كبيرة tree يعني شجرة big يعني كبيرة i wonder يعني انا بتعجب it was so many years ago يعني منذ سنوات ago معناها منذ بيجي قبلها مدة زمنية grandpa looked at the tree grandpa looked at يعني بص كده بص لإيه للشجرة the tree grandpa walked to the tree مشى راح على الشجرة he looked at the ground وبص بقى على الأرض the ground على الأرض then he started بدأ digging digging يعني بدأ يفحر he pulled out an old خرج ايه بقى an old metal box metal يعني معدني box صندوق طبعا خرج صندوق قديم معدني الصندوق اهو يبقى خرج ايه metal box صندوق معدني he had a big smile on his face يعني هو كان عنده ايه ليه ابتسامة كبيرة كده على وجهه on his face smile يعني ابتسامة smile look he said he was very excited وكان مبسوط جدا we were eight years old يعني أنا كان عندنا كان عندي ثمان سنين when we beard this beard this يعني لما احنا دفننا الصندوق ده beard يعني دفن this let's sit down يلا نيجلس let's يعني هيا بنا sit down نيجلس and look inside the box ونبص على الايه الصندوق yes please i said i am very curious يعني انا ايه اه مشتاق ان انا اشوف ايه الحاجة اللي فيه عندي فضول ان انا اشوف ايه اللي موجود في الصندوق هنا بقى موجود بقولي in the past in the past يعني في الماضي ودلوقتي الان now يعني الان طبعا in the past كانت المكان ده كان very quiet very quiet يعني هادي جدا نا ودلوقتي طبعا ما اذكر في القصة lots of visitors يعني كثيرا من زائرين ممكن تاني مكتب no cars في الماضي طبعا ما كانش فيه عربيات وكتب no cars طب ودلوقتي فيه طبعا a lot of trucks and cars ممكن حاجة تانية مثلا برضو in the past في الماضي هو ذكرها grand bar لما كنت بلعبه كرة played football played football اما دلوقتي نا ممكن لموجود حاليا grass and tree حشائش وموجود شجرة بلد football grass and tree وشجرة الوقت نشوف الاسئلة التي كانت موجودة على القصة where where يعني aين where is grand bar village village يعني كاريا بيقول فين الكاريا بتاعة grand bar كانت موجودة فين طبعا كانت موجودة بجوار لأي كلوصاي كلوصاي ممنون بالكرب من تمثالي كلوصاي ممنون السؤال الثاني بيقول هاو هاو did grand bar feel يعني جدي كان بيشعر بايه او كان حسس بايه when he saw لما هو شاف his old street لما شاف الشرع بتاعه ام زمان شعر بايه او كان حسس بايه طبعا he was very excited هو كان مندهش جدا او متحمس مشتاء يبقى هو he he was very excited طيب number three how did he feel وشعر بايه when he found the books لما لقى السندوق how how did how do you know ازاي انت تعرف طيب هو طبعا كان سعيد لما لقى السندوق اقول he was happy هو كان سعيد because he had a big smile on his face كان فيه ابتسامة عريضة كده على وجهه number four number four he was happy because he had a big smile big smile يعني ابتسامة عريضة كده on his face على وجه number four how did grandpa know where to look for the books يعني بقول لي ازاي هو عرف مكان اللي سندوق طبعا لانه كان مخبيف او كان دفنه طبعا بالكرب من الشجرة من التري بقول he buried it يعني دفنه نير بالكربة من زي بالكربة من الشجر هنا هنرسم السندوق بتاع grand bar ونتخيل كده الحاجات اللي موجودة في السندوق اما السؤال ده طالب من imagine imagine يعني تخيل you want انت عايز you want to bury هتدفن a box sandu of memories من الزكريات what do you put inside what ما او ماذا do you put يعني هتضع inside بالداخل هتحط ايه في السندوق write اكتب three sentence ثلاث جمل كتبت هنا ممكن مثلا نحط i'll put some coins احط بعض العملات coins اللي هالفلوس طبعا apostrof ده بالقلم اختصار لكلمة will سوف ممكن اكتب جملة تانية i'll put some photos احط بعض الصور i'll put some books احط بعض الكتب ممكن حد يكتب تاني ثلاث جمل تاني غير دول ممكن واحد يكتب i'll put some clothes احط بعض الملابس واحد مثلا يقول احط التلفون احط التلفون بتاعي في الصندوق طيب where are where are where يعني اين where يعني اين where are close eye of memnon يعني التماثيل ديت موجودة فين التمثالين دول موجودين فين طبعا موجودين فين في اللوكسور اكتب in لوكسور in لوكسور عام موجودين في مدينة لوكسور طيب هنا بيقول how old are they how old بيسأل على العمر بتاعهم بقالهم كم سنة تماثيل دي يبقى they are three thousand four hundred years old يعني عمرهم تلات تلاف وربعم سنة هنا بقى بقول look look at the story on page ten again هنبص على قصة تاني find and write the verbs in the past هنكتب بالأفعال اللي كانت موجودة في الماضي طبعا عندي lift ده فعل في الماضي المنتهب ed ده فعل منتظم الفعل اللي لقيه منتهب ed ده بسميه regular verb فعل أفعال منتظمة ايه الأفعال تاني اللي أنا لقيت ها ممكن was where blade walked crossed crossed في buried ده أفعال من ضمن الأفعال اللي كانت موجودة في القصة ده أفعال in the past فين في الماضي طبعا was was ده الماضي بتاع am is where الماضي بتاع are blade الماضي بتاع blade ده فعل منتظم tab ed ده regular verb walked walked ده الماضي بتاع walk لو يمشي play يلعب الماضي بتاعها blade walk يمشي walked crossed crossed يعني بيعبر الطريق عبر الطريق buried buried اللي هو دفن حاجة يبقى ده أفعال في الماضي طيب بعد كده السؤال اللي بعد كده طالب مني regular bust فعل يبقى منتظم طبعا الأفعال المنتظمة هلقاء منتهية ب ed نسبة كبيرة جدا كلها منتهية ب ed regular irregular bust أفعال غير منتظمة الفعل غير منتظم شكله يتغير بقى أفعال مش منتهية ب ed ماشي زي ما هم نديني مثال was طبعا where برضو الأفعال بقى regular bust الأفعال منتظمة زي اللي احنا كتبنا مثلا كابل lift و هكتب blade اكتب walked ماشي احنا كده كتبنا أفعال اسمها regular bust أفعال منتظمة فعل منتظم نسبة كبيرة جدا منتهب ed اهي lift منتهب ed blade ed walked ed طبعا الفعل لو منتهي بإيه بس بزود له d ماشي دي اسمها أفعال منتظمة الفعل اللي بيبقى في المدارع عشان يحوله للماضي بزود له ed طب لو الفعل منتهي بإيه بزود له d بس يبقى كده الفعل حولته للماضي أما هنا دي أفعال شزة أفعال شزة زي قلت was دي الماضي بتاع am is am is الماضي بتاعهم was الشكل تغير خالص مش منتهي ed or الماضي بتاعها where خلاص هنا بقى 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 complete complete this sentence about the story بقى جرامبا جرامبا village يعني القرية بتاع جدي was very quiet كانت هادية جدا now الآن there a lot of people بقى there are there are a lot of people تبقى there are number two number two هتبقى there where no cars in the bus لا مكانش فيه عربيات يبقى خلي الجملة في الماضي يبقى there where طبعا كتبت هكتب where عشان cars دي جمع يبقى هنا بها الأرض هتبقى where now الآن now there are a lot of trucks and cars يبقى هنا هكتب are يبقى هنا كتب are في الماضي عشان بها بقول دلوقتي now يعني الآن نشوف number three number three بقول لجد جمع جمع years old كان عنده 8 سنين يبقى جمع was can when he buried the books of memories now جمع is very old يبقى هنا هكتب when he was and is 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 here was and is is there a lot of ago ago خليت الأفعال في الماضي كان بيتكلم دلوقتي now يبقى خليها في المدارة هنا بقى بيقول لي sink فكر كده عند أنصر وأجب about yourself عن نفسك انت في أول سؤال بيقول لي when وين يعني متى وين يعني ايه متى when did you get up today يعني انت صحيت النهاردة امتى الساعة كان مثلا when did you get up today طبعا did بيجمع الفعل في المصدر get up بقى اجاوب اجاوب في الماضي اليو بتتحول لأي اليو بتتحول لأي يقول I وget up هتبقى في الماضي يقول good I got up at 6.30 الساعة ستة ونص number two what did you do on your way home يعني انت عملت ايه on your way home وانت في طريقك للمنزل يعني وانت رجع المنزل عملت ايه اشتريت حاجة لعبت لعبة كلمت مع زميلك وانت رايح طريقك لبيت يقول I bought some bread انا اشتريت بعض الخبز number three what subjects ايه المواد الدراسية subject did you study today ايه المواد الدراسية اللي انت خدتها النهاردة او ذكرتها subjects يعني مواد دراسية ممكن اقول I طبعا اليو بتحول لأي اقول I وستادي استادي خلاف الماضي اقول studied طبعا استادي منتهي ب Y ال Y احولها لأي وازود لها ID عشان ده فعل منتظم regular verb يبقى قول I studied English Arabic and math يبقى نقول كده I studied English Arabic اللي هو العربي and math اللي هي الرياضيات طبعا ممكن حد يجاوب اجابة تانية غير دي ماشي انت كل واحدة هتكلم عن نفسه number four did did هنا معناه هل did معناه ايه هل فبجاوب يا بيس يا ابنو did you do your homework هل انت عملت الوجب بتاعك was it easy هل هو كان سهل طبعا did بجاوب يا بيس يا ابنو طبعا yes I did بدأت ب did and he did yes I did ممكن قول بقى yes it was easy ده كان سهل number five what games what games أنا لعبت كرة قدم آي بيلايد فوتبول يعني لعبت شاطرنج أنا لعبت شاطرنج يقول آي بيلايد فوتبول بعد ذلك أقول لي اكتب باراجراف عن يومك اكتب باراجراف عن يومك اكتب من 4 ل 6 جمل عن اليوم طبعا لما اكتب باراجراف سأسيب مكان لكلمة وأبدأ بعدها طبعا ده في اول سطر بس اول سطر سأسيب مكان لكلمة طبعا لو انا عايز احط عنوان يور هتبقى ماي ماشي بعد كده سيب مكان لكلمة وأبدأ بقى ممكن اكتب اه 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 اي اي جيت اب ات سيكس سيرتي اممكن اقول اي اولوز انا دايما اي اولوز جيت اب ات سيكس سيرتي بصحى دايما الساعة ستة ونص ممكن اقول اي 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 هاف بريك فاست with I have breakfast with my family بفطر مع أسرتي I go to school by bus نكتب نكتب شوية جمل فأنا ختبت هنا بعض الجمل طبعا قلت my day يومي I get up at 6.30 بصحة الساعة ستة ونص I have breakfast with my family I have breakfast يعني بتناول الفطر بتاعي with my family مع أسرتي I go to school by bus بروح المدرسة by bus I come back home برجع المنزل at 2 o'clock I do my homework before dinner يعني بعمل وجب بتاعي قبل العشاء before dinner I go to bed يعني بازعب للسرير أو بنام I go to bed at 9 o'clock الساعة تسعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة